ديخي على طرطبيسي هذا هو الشيعي المرجعي الطوسي الحوزوي الخوئي السيستاني ديخي طرطبيسي والعقل ترللي هذا شطلح من أنت وهذا إذا تمشي وراء وين راح يوديك يطيح لب نقرة وإذا طلع من النقرة يطيح لب نقرة ثانية أقبح منها ولهذا فإن حال الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف فإن حال الشيعة كبول البعير إلى الوراء أنقل لكم تجربتي ولا أريد أن أفرضها على أحد هذه تجربتي وأنا مسؤول عنها تريدون أن تنتفعوا منها أنتم أحرار في يوم القيامة لو سألوني فإنني أمتلك الأجوبة إذا أردتم أن تعرفوا جانباً من الأجوبة فعودوا إلى برامج لكن لا تقبلوا كلامي هكذا من دون دليل عدوا إلى أدلتي ووثائقي كي تقوموا على الأمر بأنفسكم وكي تحكموا على الأمر بعقولكم وكي تقبلوه بوجدانكم وضمائركم فإنكم مسؤولون عن دينكم ولستم مسؤولين عن الذي أقوله أنا إلا إذا قامت الأدلة عندكم على صدق مقالي ودقة معلوماتي ذلك شأن آخر وتلك مشكلتكم ما هي بمشكلتي أنا أحدثكم حديث الصدق هذه لحية البيضاء منذ اختطاطها منذ اختطاطها وإلى أن بيضت فإني قضيت حياتي في خدمة فاطمة وآل فاطمة وفاطمة شاهدة على ذلك منذ اختطاط لحيتي وإلى أن بيضت فلا آت اليوم كي أكذب عليكم إنما أنقل لكم تجربتي منذ أكثر من أربعين عاما وأنا أتتبع كتب مراجع الشيعة الكبار منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى لحظتنا الراهنة أتفحصها وأدقق فيها صدقوني إذا أردت أن أعطي نسبة أقل فإن أكثر من تسعين بالمئة مما تفحصته من كتبه سأحدثكم بالصراحة الكلام قد يكون مؤذيا الكلام قد لا تصدقونه ولكن الحقيقة هي هذه بالنسبة لي أقول هذا الكلام وأنا مسؤول شرعا عن كل حرف مما أقوله إذا أردت أن أعطي نسبة أقل فإنها أكثر من تسعين بالمئة أتحدث عن المراجع الكبار بعد أن اطلعت على كتبه وقرأت ما كتبوا ما كتبوه في العقائد بالدرجة الأولى وما كتبوه في التفسير بالدرجة الثانية وما كتبوه في سيرة الأئمة صلوات الله عليه وحينما أتحدث عن الأئمة أني أتحدث عن الأئمة الأربعة عشر أتحدث عن رسول الله وعلي وحينما وفاطمة وعن وولد فاطمة من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد فأئمة هؤلاء أتحدث عن أئمتي جميعا من رسول الله إلى قائم آل محمد وبعد ذلك ما استنبطوه من فتاوى من الآخر ما كتبوه ما ألفوه وصنفوه صدقوني النتيجة التي وصلت إليها قد أكون مخطئا لست معصوما قد أكون مشتبها لكن فيما بيني وبين نفسي لن أغير النتيجة التي وصلت إليها إلا في حالة واحدة إذا أمرني صاحب الأمر وقال لي إنك مشتبه فإن النتيجة التي وصلت إليها ليست سديدة في هذه الحالة أغير عقيدتي ورؤيتي باتجاههم ما قرأت كتابا من كتبهم خصوصا في معارف الكتاب والعتر إلا وأنا أحكم على ذلك المرجع بأنه مطي خلل في العربية خلل في الفصاحة والبلاغة جهل في معرفة القرآن جهل في معرفة أسرار وحقائق حديث العترة جهل في معرفة التأريخ ما ينقلونه عن النواصب لا ينقلونه بدقة فحينما أعود إلى كتب النواصب التي هي المصادر الأصلية للمراجع الطوسيين أجد الكلام عندهم واضحا وصريحا وبينا ومن هنا فإن كتب السنة بالقياس إلى كتب حوزة النجف أفضل تريليون مرة لأن علماء النجف ينقلون عن تلك الكتب لكنهم لا ينقلون بنحو دقيق وصحيح إذا أردتم أن تعرفوا دينكم فعودوا إلى كتب السنة فإن المعلومات هناك أدق ما نقلوه في كتبهم أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية ابتداء من الطوسي المشؤوم وانتهاءا بالسيستاني المعاصر ما نقلوه لم ينقلوه بدقة وبأمانة لغبائهم ثولان وكلما توغلت في كتبهم حكمت على ذلك المرجع المطي بأنه كلب ابن كلب تقولون لماذا؟ لأنه يبذل قصارى جهده لتمزيق حديث أهل البيت وفي كثير من الأحيان أستشعر أنه يحمل حالة نفسية تدفعه لأن ينتقص من الأئمة صلوات الله عليهم إنني أتحدث عن الأئمة الأربعة عشر أستشعر أنه تهيمن عليه حالة نفسية يريد أن ينتقص منهم ولكن بأسلوب شيطاني ولذا لأنه يحاول أن يقتطع من مقاماتهم بقدر ما يستطيع يحاول أن ينسب النقص إليهم وبعد ذلك يبرر وجود ذلك النقص ينسب إليهم السهوة والنسيان ثم يحاول أن يبرر السهوة والنسيان ينسب إليهم الغفلة ويحاول أن يبرر الغفلة ينسب إليهم ترك الأولى ويحاول أن يبرر ذلك ينسب إليهم بعض الأخطاء التي لا تعد من الأخطاء التي تسيء إلى مقام النبوة والإمامة ثم يبرر ذلك إلى قائمة طويلة من الانتقاصات التي ينسبونها إلى أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم وكل ذلك يكشف عن حالة حسد عن حالة يريدون من خلالها أن يعبروا عن أمراضهم النفسية القذرة الوسخة كي ينتقصوا من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلما يحاولون أن يقدحوا في الصفة البتولية لفاطمة وقد ضربت لكم أمثلة الذين لم يتحدثوا هم أقذر من الذين تحدثوا بالمناسبة الذين تحدثوا لم يفصحوا عن كل قذارتهم وإنما أفصحوا عن مقدار يمكن لمستمعيهم أن يقبلوا ذلك منهم لو فسح لهم المجال لتقيأوا بنجاساتهم النفسية وقذاراتهم القلبية الحقيرة جداً والقذرة جداً هذا الكلام أقوله عن معرفة وعن دراية وعن معايشة وعن تجربة أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لي هذه عقيدة تقبلونها لا تقبلونها لا أبالي أنتم ديخيون أساساً فكيف أبالي بأقوال الدخيين أنتم مسخرة أساساً فكيف أبالي بأقوال المسخرة والمضحكة قد تقولون إذن لماذا أنت تحدثنا أنا لا أبالي بكم أنا أؤدي وظيفتي أنا عندي مأمورية أؤدي مأمورية وأقول لكم في أمان الله لا شأن لي بكم هل أنتم ديخيون هل تبقون ديخيين هل تغيرون من حالكم تلك مشكلتكم ما هي مشكلتي أقل نسبة أقدرها أتحدث عن المراجع الكبار الذين يوصفون بصفة المرجع الأعلى منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا أكثر من تسعين بالمئة هذه النسبة الأقل ما قرأت كتب مرجع خصوصاً في الجانب العقائدي والجانب التفسيري والمعارفي إلا وحكمت عليه بأنه مطي وحينما أتوغل في كتبه أحكم عليه بأنه كلب لأنه يدمر حديث أهل البيت وينتقص منهم هذا الكلام لم أجد وقتاً كافياً كي أطرحه آلاف ساعات على الإنترنت برامجي وندواتي ودروسي ومجالسي ومحاضراتي آلاف ساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية هذا وغيره يمثل جزءاً يسيراً مما أعرفه عن مراجع الشيعة إنني لا أخفي أسراراً إنما أخفي ما هو الأقبح من هذا الذي ذكرته وأقبح بكثير قد تقولون لماذا تخفيه؟ لأنني ما وجدت وقتاً لا أجد وقتاً لو أن الوقت يكون مناسباً لا أتحدث عن مناسبة الوقت من جهة ذكري للمعلومات لا أجد وقتاً كافياً لتقديم البرامج فصناعة الإعلام ما هي بصناعة هيينة؟ وتقديم البرامج كبرامج التي هي برامج معقدة ومطولة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى وقت في التهيئة والإعداد تحتاج إلى وقت في البث والتقديم مع مشاغل الحياة ومشاكلها فإنني ما استطعت أن أقدم رغم أنني تحدثت آلافاً من الساعات ما استطعت أن أقدم إلا النزر اليسير مما اطلعت عليه من عورات مراجع الشيعة وقبائحهم وضلالاتهم وحربهم على حديث أهل البيت وإساءتهم لمحمد وآل محمد إنني أتحدث عن أقل نسبة أقدرها إنهم أكثر من تسعين بالمئة قرأت كتبهم في البداية أحكم عليه بأنه مطي وفعلاً هو مطي وبعد ذلك حينما أتوغل في كتبه أحكم عليه بأنه كلب بن كلب وبهذا تجتمع الكمالات فيه فهو من جهة مطي ومن جهة أخرى كلب بن كلب أتحدث عن كبار المراجع من الأموات وأتحدث عن المراجع الأحياء هذه تجربة وأعتز بها ولن أتنازل أتنازل عنها وسأموت عليها وإذا ما سئلت يوم القيامة فإنني أمتلك الأجوبة الكثيرة بكثرة عدد عدد المراجع وبكثرة عدد الكتب في المكتبة الشيعية وبكثرة عدد الوثائق التي أمتلكها وعرضت ما عرضت منها هذه هي الحقيقة التي أعيش معها وسأموت عليها قلت لكم لان ولان للنفي التأبيد لن أغيرها إلا إذا أمرني صاحب الأمر إذا ما ظهر الإمام صلوات الله عليه وأمرني وقال لي ما وصلت إليه في دراستك في تحقيقك في تطقيقك ما هو بشيء صحيح أما إذا بقي الأمر لما أعرفه فإنني على هذه النية أحيا وعليها أموت تريدون أن تنتفعوا من هذه التجربة أنتم أحرار تريدون أن ترفضوها أنتم أحرار وبالنسبة لي لا يشكل لي فارقا أن ترفضوا تجربتي أو أن تنتفعوا منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في تجاربي علم مستعناف هذه التجارب قد تكون تجاربي الشخصية وقد تكون تجارب الآخرين التي اطلعت عليها كي أن تفع منها علما مستأنفا نذهب إلى فاصل قد أكون سيء الحظ فلم أعثر على ما هو جميل في عقائد هؤلاء المراجع ربما أنتم أجمل حظا مني وأحسن توفيقا مني أن تكونوا قد عثرتم على جميل في عقائدهم قيمة الإنسان في عقيدته هذا هو منطق العترة الطاهرة لا شأن لي بأخلاقه لا شأن لي بما ينسب إليه من كرامات ما يقال عن عبادته وأمثال ذلك وأنا لا أعتقد بصحة كل هذه الأمور التي تنسب إليهم كذبون هؤلاء الذين ينتقصون من أئمتنا هؤلاء أنجاس سفل حقراء لا أصدق ما يقال عنهم قد يفعلونه فهذا جزء من عملهم إنهم ينصبون شباك الصيد كي يصطاد الشيعة ينصبون الكمائنة والفخاخ لإصطياد الشيعة وللضحك على ذقونه هذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى وبالتشخيص منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة وأسس المذهب الطوسي الضال ربما أنتم صادفتم جميلا من عقائدهم أنا لا أعرفه فيكون هذا من سوء حظي على أي حال هذا الأمر ليس مهما إلى حد كبير وإنما الكلام جر الكلام فقلت ما قلت شكرا